بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب وطالبات الثانية والعامة تذكر معايا المجاز المرسل تعال نفتكر الأول المجاز المرسل إيه رأيك من تذكيرة سريعة كده للمجاز المرسل قبل ما نبدأ حل أسئلة وده أفضل لأن في طلبة كتير بتخش كده ساعات على بعض الدروس اللي مش مراجعها ويحل ولما ما يعرفش يحل يحس بالإحباط طب ماهو أنت مراجعتش المادة النظرية الأول المفروض تراجع ولو إيه مراجعة سريعة تعال الراجع الأول كده المجاز المرسل مع بعض سريعا توكلنا على الله تذكر بقى معايا المجاز المرسل المجاز المرسل له علاقات زي اللي قدامك دي المحلية الحلية الجزئية الكلية السببية المسببية اعتبار مكان اعتبار ما سوف يكون العلاقات التمانية دي لكل علاقة من دي مثال طبعا شباب أنا براجع المجاز المرسل للي عنده فكرة عن المجاز المرسل يعني أنا برجع مجرد تذكرة وليس شرح اللي عايز الشرح ممكن ينزل الحصة كاملة من على الموقع المحلية زي قامت المدرسة برحلة طبعا ليس بمناها هنا المحلية لأن أنا ذكرت المدرسة ونعايز اللجوة المدرسة اللهم الطلاب يعني وبالتالي لما نذكر المكان بأن نسميها المحلية الحلية عكسها بقى إن أنا بذكر اللجوة المكان ونعايز المكان يعني لما قلنا زالنا بقوم إحنا ما نزلناش بالقوم إحنا نزلنا بالدار اللي بيقيم بها القوم يبقى إذن أنا ذكرت ما بداخل المكان ولذلك بنسميها الحلية أي من يحل بالمكان فتلاحظ إن المجاز بيتسمى باسم اللي بيتذكر مش اللي بيستنتج يعني أنت دايما تلاحظنا في المثالين كلمة عندك مذكورة وكلمة مستنتجة كتلكلمة المذكورة في المثال الأول هي المدرسة والكلمة المستنتجة لها الطلاب فأنا ذكرت مين المدرسة يبقى اسمها المحلية وفي الثانية ذكرت مين اللي جوه المكان باسمها الحلية الجزئية زي قبضنا على عين من عيون الأعداء أو قبضنا على عين تتجسس طبعا المذكور هنا الجزء وانا قاصد الكل اللي هو الجسوس تمام يبقى إيه العلاقة بين العين والجسوس علاقة الجزء بكل طبعا أنا ذكرت مين الجزء يبقى اسميها الجزئية الكلية زي ما قولي ضعونا أصابعهم في آذانهم هنا ما بدعش أصابع كله أنا بدع جزء من هذه الأصابع لها الأنامن وبالتالي ذكرت الكل وانا عايز الجزء يبقى كلية ملاحظ لما اذكر المكان محلية لما اذكر اللي جوه المكان حلية لما اذكر الجزء جزئية لما اذكر الكل كلية طب يد الله فوق أيديهم العقل بيترجم كلمة يد إنها المقصود بها العقوة المساعدة العون طب إيه العلاقة ما بين اليد والقوة إن اليد سبب في القوة أو اليد هي التي تفعل القوة لذلك هنسميها ذكرنا الفاعل يبقى نسميها السببية لما نذكر اللي بيعمل الفاعل مش إعرام هنا لا أقصد اللي بيعمل الحاجة يعني يعني اليد هي اللي بتفعل القوة يبقى كده نسميها سببية أما مثلا الجملة اللي بعدها نزل الرزق من السماء أنا هنا أصد المطر طب يبقى أنا إيه العلاقة بين المطر والرزق يا شباب إن الرزق ناتج والمطر فاعل طب هنا أنا ذكرت مين الناتج ولا الفاعل أنا ذكرت الناتج اللي هو الرزق يبقى سميها مسببية لأن كلمة مسبب في اللغة معناها الناتج المسبب هو الناتج في طلبة بتخلط ما بين السببية والمسببية بفقرها بمعنى واحد لا طبعا السببية هي الفاعل المسببية هي الناتج مثلا من مكان و الكيس الشبس ما تحب الأمكان المسببية كانت عليه زي اشرب وبنا انا ما باشربش بن انا باشرب قهوة والقهوة مكونة من مية ومن سكر ومن بن صحيح لكن خلاص مع التركيبة جديدة ما نقدرش نقول عليها بن البن ده الحاجة الناشفة اللي هو المسحوق الناشف يبقى اذا انا سميت السائل اللي قدامي بالمسحوق القديم اه باعتبار ما كان اسمه اشرب وبنا طيب اعتبار ما سوف يكون يعني اعتبار ما سوف يكون هسمي الحاجة باللي هتكونه زي اعصر خمرا يعني ذكرنا ما سوف يكون يعني انا اش بأعصر خمرا جماعة انا بأعصر ايه عينب ايه تمام بس العينب اللي في ايدي ده هم بعد كده ممكن يصنعوا ايه خمرا فاذا اعصروا خمرا باعتبار ما سوف يكون يعني بسمي الحاجة باللي هتكون عليه اخيرا سر جمال المجاز او القيمة الفنية للمجاز هي الاجاز وجذب الانتباه عن طريق الدقة في اختيار العلاقة واذكر ان المجاز المرسل احد الالوان البيانية تعالوا بقى حبيب الطلاب نرجع ليه الاسئلة ونبدأ بقى ان شاء الله نأكد على فهمنا للمجاز المرسل من خلال الاسئلة توكرنا على الله السؤال الاول بيقول لي الا من رأى الطفلة المفارقة امه بعيدة الكرة عيناه تنسكبان طيب بقول لي المجاز هنا في كلمة عيناه طبعا عيناه تنسكبان لكني اخشى وتكون تسرعت وقلت عليها مجاز مرسل علاقة الجزئية لا اغلط طبعا ليه مش الجزئية استاذ تعال نشوف الاجابة علشان المقصود بالعينين ها الدموع لهaszل الأخيرear العقيران م�� бум jezor 없고 طفول يهم بين العين و الدموع to actually عيناو تنسكبان يعني الطفل تنسكبان ولا الدموع تنسكب يعني هو يقصد الدموع اللي بينسكب؟ الدموع ليه مش الطفل يبسي با العين و الدموع طب ايه ما علاقة بين العين و الدموع ان العين المكان المصر من الدموع yes sorry و bildck jezor Copeland عاملها السببية على اساس ان العين هي السبب في نزول الدموع مش غلط أنا ما بقولكش غلط صح ممكن تبشي السببية المهم من الجزئية غلط يعني هجين يمين هجين شمال الجزئية غلط لأنه مش قصد الطفل السؤال الثاني وما من يد إلا يد الله فوقها طبعا أصده ايه هنا بما من يد إلا يد الله فوقها يعني يا جماعة ما من فضل إلا ما من فضل إلا فضل الله فوقها هيا دي معناه إذن ما المقصود بيد الأولى فضل وما المقصود بيد الثانية أيضا فضل لكن شتن ما بين الفضلين المهم أن المقصود باليد الأولى فضل والتانية فضل يبقى طبعا على طول علاقته لايش يا جماعة السببية سواء الأولى أو التانية لأن العلاقة ما بين اليد والفضل أن اليد سبب في الفضل يمكن إحنا قلنا الكلام ده قبل كده يبقى اهدى اللي هم الاتنين الاولانين أو الإجاب blossom أرجو كده أن تكون يعني يمركز معايا كده وبصح أخطائك فوقوا جماعة بولي واسأل القرية التي كنا فيها اسأل القرية التي كنا فيها سهلة بتعالي كلكم عملتها كتير زمان المحلية تمام لأننا ما بسألش أهل القرية أنا ما بسألش القرية أنا بسأل أهل القرية طب إيه العلاقة ما بين القرية وما بين أهل القرية إن القرية مكان للأهل يبقى علاقتها المحلية بولي بعد كده السؤال اللي بعديه قال تعالى في شأن موسى عليه السلام قال تعالى في شأن موسى عليه السلام فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن طبعا هنا المجاز في كلمة عينها صح كده المرة دي صح طب هنا تقر عينها ولا تقر كلها آه شوف من حقك تقول المرة دي جزئية ليش معنى المرة دي من حق أقول جزئية لأنه أصل بالعين الأمك كل يبقى هنا علاقتها لإيه شباب الجزئية السؤال اللي بعد ايه قال تعالى فبشرناه بغلام حليم لما أقول لك أبشرك بغلام أبشرك بطفل صغير برضيع يبقى المقصود أننا برضيع أو طفل اسمه أو طفل صفته أنه حليم لا بس هو فيما بعد سيكون إياه شباب حليما يبقى دي غلام المقصود بها الطفل أو الرضيع يبقى اعتبار ما سوف يا شباب اعتبار ما سوف يكون اعتبار ما سوف يكون تفرقت كلمة القوم طبعا ايه المقصود بكلمة القوم المقصود بكلمة القوم قرار القوم طب ايه العلاقة ما بين القرار وما بين الكلمة ان الكلمة جزء من القرار يبقى العلاقة هنا علاقة جزئية لان مين اللي تذكر الجزء صح كده يبقى جزئية شربت البن شربت البن هنا علاقتها اعتبار ما كان اعتبار ما كان زي ما قلنا احنا بنشرب قهوة مش بنشرب مر قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم حلوة دي هو الواحد بيقول بيبقه يعني القول ده بالفم طب تعالى نشوف كده الإجابة إيه هي جزفة أمرين على فكرة بص الإجابة إيه أولا ممكن تكون الجزء الكلية على أساس إيه على أساس إن اللسان جزء من الفم يبقى الفم أو العملية الكلام بتتمي باللسان واللسان جزء من الفم يبقى يا جزء إيه كده إيه أطلقت الكل لأن أنا جبت في المثال مين أنا جبت أفواههم جبت الكل يبقى إلقاتنا إيه شباب الكلية أو المحلية يعني اللسان محل الفم يبقى من الممكن تبش برضه محلية أصدر يا ليه أيوة أيوة صحي ما فيش مشكلة خالص إن هي جزء جبتين يا جماعة ما فيش أي مشكلة خالص طالما فعلا العقل بيقول إن هي جزء جبتين فما فيش أي مشكلة ما تخضش الحاجات دي هنا بقى بقول لك لا تجالس السفهاء على الحمق البسال ده مشهور ويضرب دائما فيه الخمرة يعني بص حتى أنا كمان لما كنت نزل تركة مسكرة أبينت لك إيه المقصود بالحمق اللي هو الخمر طب إيه العلاقة العلاقة ما بين الحمق والخمر تعالوا نشوف كده تعالوا نشوف كده بشا المسببية لبقى إيه العلاقة الحمق ناتج عن الخمر يعني الخمر فاعل والحمق ناتج طب أنا ذكرت مين في الجملة أنا ذكرت الناتج يبقى اسمها لإيه المسببية اللي ينور عليك إني أراني أعصر وخمرة قلنا البسال ده كتير قوي اللي هو اعتبار ما سوف يكون إن المقصود عنب تعالوا بقول للأبرار في رحمة الله حلوة برضو دي بص الرحمة المقصود بها الجنة بص هو ده مفتاح السؤال إن أنا أعرف أصلا أو زين يجيب الجملة الأساسية إيه المقصود بالرحمة المقصود بالرحمة الجنة طب إيه العلاقة ما بين الرحمة والجنة إن الرحمة جوة الجنة يبقى أنا ذكرت اللي جوة وعايز المكان يبقى علاقتها لإيه الحالية انتبه زرع البستانيين أظهر في الحديقة أظن إذا التعبير ده بيقوله كلنا أولاد ويكاد يكون اتكرر لدرجة نحن نفكره تعبير حقيقي وهو مش حقيقي تعال شوفوا الإجابة بص بيقول لك إيه الإجابة بيقول لك الأزهار المقصود أيوة البذور أيوة الله ينور عليك نركز بقى المقصود بالأزهار البذور طب أنا ذكرت الأزهار وأنا عايز البذور طب إيه العلاقة ما بين البذور والأزهار بدأ من سوف يكون يعني أنا سميت البذور دي أزهار تعني انها تبقد أزهار يبقى اعتبار ما سوف يكون أو يا أستاذ أما هو أما أم أو أن البذور سبب في الأزهار يعني البذور سبب والأزهار ناتج عن هذا السبب طب أنا ذكرت مين في الجملة قدامك أنا ذكرت الناتج عن السبب يبقى اسمها المسببية يبقى صحة لو اعتبرت عملتها اعتبار ما سوف يكون صح ولو عملتها المسببية صح وكان مثال حلو خلي بالك من الامثلة دي السؤال رقم 13 بولي ارسل رئيس الجيش عيونه وقصدني دي سهلة اوي تايقلي ده في الامثلة اللي كنا بنشرح بها طبعا جزئية المقصود الجواسيس اهتمت مدرستنا بالانشطة الرياضية طبعا المقصود الموظفون هم اللي اهتموا يبقى المحلية لانه جاب المدرسة المكان وعايز انه جوه المكان في فصل الشتاء يلبس الناس الصوف طبعا ما بيلبسوش صوف هم بيلبسو مثلا رداء كامل ملبس فالملبس ده بنقول عليه صوف هو كان صوف لكن يتعالج ودخلت فيه حاجة تانية وخد شكل جديد خالص يبقى بنسمي الملبس بما كان عليه يبقى بنسميه اعتبار ما كان وكم علمته نظم القوافي تعالى بقى المثال ده و نظم يأنه تأليف القوافي هو إيه المقصود بالقوافي هنا ما هو الإصد من القوافي هنا فلما قال قافي جاني ما هو الإصد witharı المقصود الحاجة هنا ما هو الإصداء من القوافي في الناس هم الإصداء świe эти الله على السؤال ده بقى السؤال الرقم 17 إنك ميت وإنهم ميتون ربنا سبحانه وتعالى بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقول له يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون طب هو الحديث القرآن لما نزعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حي إذن نعملها باعتبار ما سوف يكون صح كده ميت هنا معناه أنك سوف تموت يبقى باعتبار ما سوف يكون وأخيرا وتوقض حولك حولك نيران النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة طبعا بس كده توقض نيران هي هنا المشكلة في نيران مين اللي بيوقض والسيطة ما عادي النيران بتوقض لا يا باش النيران المقصد بها الحطب وبالتالي أنا اعتبار ما سوف يكون يعني الحطب ده هاي يبقى نار أو المسببية ليه يا أستاذ عشان الحطب سبب في وجود النار يبقى سبب خلي بالك أنا النار أنا ذكرت الناتج عن الحطب يبقى مسببية مش سببية وهكذا حبيبي اللي هيقول اعتبار ما سوف يكون صح ويقول مسببية صح أخيرا آخر سؤال جاز المرسل واللي قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم برضو من التعبيرات اللي يكاد الطلاب لا يلمحون فيها مجازة رغم أن فيها مجازة ودينا بخاف أول من ألفة التعبيرات دي لك بتلاقيها تعبير عادي لا طبعا ما معنى اليد في اللغة اليد مقسمة من أصابع ومن كف ومن رسغ ومن مرفق مش كده دي اليد دي مكونة من كذا الجزء طب لما يجي حد يسرق بنقطع يده بقى من فوق من عند كدف وكده ما هو لو كده بقى لا احنا بنتقى الجزء بس الجزء اللي هو اليد اللي هو كف اليد اللي سرق يبقى إذن دي كانت عايزة معلومة علمية معلش شكرا دي احنا بنعلمك يا سيدي يبقى المقصود هنا جزء من اليد يبقى علاقته الاي شباب الكلية حبيب الطلاب احنا حلنا مع بعض 19 تمرين على المجاز المرسل ويعني أؤكد لكم لا يكفي ذلك 19 تمرين احنا بس بنذكر بالمجاز المرسل فعليك بتتبع المجاز المرسل خش على النت وقات أسئلة كتير عن المجاز المرسل تاني من أسهل الطرق انك تخش على النت ويجيب أسئلة لا الأسئلة دي انا جايبين لك من على النت بس استفيت مجموعة من الأسئلة السهلة أو السهلة اللي فهاء أفكار كمان السهلة اللي بتجي في الامتحانات يعني الشكل الامتحانات حبيب الطلاب يا رب تكونوا افتكرتوا المجاز المرسل فاصل حبيب الطلاب ونواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته